بعد أيام من الهدوء النسبي تعود المعارك العنيفة إلى واجهة الأحداث العسكرية في محافظة مأرب فبينما تواصل ميليشيا الحوثي تحشيد أنساقها القتالية على أسوار المدينة تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة بمنطقة الفليحة بين مديريتي الجوبة والوادي وفق مصادر عسكرية هذا التقدم جاء بعد أيام من توسع ميليشيا الحوثي في المنطقة التي كان الجيش حررها خلال معارك الأسابيع القليلة الماضية ما هو واضح اليوم؟ لا يبدو أن هناك خطط عسكرية للجيش الوطني على الأرض بعد أن تحولت خارطة سير المواجهات من الهجوم إلى الدفاع والاكتفاء بالتقدم الميداني الذي حققه بإسناد قوات ألوية العمالقة في مناطق الحدود الإدارية التي تربط ماربا بشبوة المجاورة مقابل ذلك تفيد الأنباء الواردة من الميدان بحشج الميليشيا العديد من المقاتلين إلى مناطق خطوط المواجهات الرئيسية بين الجوبة والكسار والماس الوضع السائد في مارب يعزز القناعات بأن المحافظة التي واجهت وما تزال الميليشيا تخوض حروبها منفردة وسط تخاذل الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف السعودي الإماراتي الذي يكتفي بغارات مقاتلاته فقط من دون إمداد الجيش بأسلحة نوعية تمكنه من إحداث فارق على الأرض